اشتركوا في القناة 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 قبل ما يحتلوا أعطوا الوعد قبل ما يحتلوا طبعاً إلها تفاصيل هاي مش موضوعي مش موضوعي طيب بس هون خلينا شوية نتكلم في موضوع الثقافة بوجه سريع والحضارة حتى نفهم إيش يعني صراع ثقافي حضاري العلوم العلوم ممكن نقسمها قسمين الآن بمنظار بمنظار مختلف عن الطريقة اللي بكسموها فيها ممكن نقسم العلوم والمعارف لقسمين قسم يتأثر بعقيدة العالم وقسم بتأثر قلوا لي الرياضيات بتتأثر بتتأثر بعقيدة العالم الرياضيات أبداً الفيزياء بتأثرها أقل من الرياضيات أقصدي بتتأثر بتتأثرش برضو بس الرياضيات أقوعة يعني تأثر الرياضيات أقل بكثير طب الكيميا عني عقائد بتدخل في الكيميا إيش دخل العقائد في الكيميا إذا عقيدته مسلم ولا مسيحي ولا يهودي هذا بيجري عمليات كيميائية ما له علاقة والصناعات ما لها علاقة العقيدة في الصناعات طب وعلم الأحياء يعني ها بدخلش بس ممكن بس ممكن شو المعنى في علوم لا تسمح إطلاقا بتدخلات عقائدتك وفلسفتك انت شو عقائدتك شو فلسفتك كعالم بتأثرش في هذه بسموها علوم ثقافية أعفل علوم بسموها علوم هذه علوم هذه علوم أما ما يتأثر بعقائد ويختلف باختلاف هذه الثقافة هذه الثقافة هذه الثقافة العلوم الثقافية أقصد هذه العلوم الثقافية هي كلها علوم بس مرات لما نقول علوم مش بدرش ابنك كفلانة علوم خلاص بيفهموا فيزيا كيميا كازاريا علوم بدرس تمام هو كله علم كله علم لكن لاحظوا الآن مثلا في الفلسفة الفلسفة متأثرة تماما بالفلسفة كله تأثر طيب والأدب الأدب متأثر إذن هذا ثقافة لاحظوا طيب لاحظوا فيما يتعلق باللغة واللغة تماما ما هي أصلا ما هي اللغة ثقافة لاحظها وتتأثر إذن علم الاجتماع مثلا لاحظوا بحاولوا يعدوا علم بس حقيقة العلم الاجتماع بتأثر كثير في وجهات نظر علماء الاجتماع ولذلك بتجدوا شو عقيدة عالم الاجتماع بتجد العلم الاجتماع ولذلك اليوم أبنائنا هون اللي بدرسوا علم الاجتماع الخطورة تكمن مش في علم الاجتماع اللي بدرسوا علم الاجتماع مين التاريخ مش الخطورة في التاريخ في الجامعات مين اللي يدرس التاريخ مين لأنه إلا يدخل مين اللي يدرس الأدب خطيرة بس بهمنيش أنا مين بدرس هندسة مين ما يكون يدرس الهندسة مش قضية طالما بده يتكلم بس هندسة مين بده يدرس فيزيا بهمنيش مين بدرس رياضيات بهمنيش بدرس أدب بهمني بدرس علم اجتماع بهمني بده أعرف مين لذلك الإشكالية تكمن وين أنه دايما بحطولنا هذول اللي بيبشرونا بأفكار غربية دايما بحطولنا في هذه الكليات اللي إلها علاقة زي كلية التاريخ أو الاجتماع أو حتى علم النفس يعني هالتربيع علم النفس مرضو بيدخل فيها طبعا والآداب والتفاصيل هون الخطورة هون الخطورة ليش لأنها بطبيعتها هذه العلوم متأثرة بمين بي أنا أنا اللي بدرس هذا أنا اللي بوجهها بالظل ما تظنوش إنها علوم موضوعية باختصار نفرق تفريق آخر كل ما اتسعت دائرة الحقيقة في علم من العلوم كل ما تحيد الإنسان يعني فلسفته ولذلك أكبر الحقائق موجودة وين في الرياضيات ترجمة نانسي قنقر